طريقة النهاردة ممكن تكون شايفها سهلة زيادة عن لزوم كلها بادوات مجانية ولكن الطريقة دي هتكسبك فوق الميت دولار يوميا حرفين الطريقة دي حرفين في ناس بتحقق منها فوق الميت دولار يوميا وكلها بطرق مجانية جدا طريقة تسويق مجانية وأدوات مجانية وكلها طريقة مية في المية مجانية مش تدفع فيها ولا سنت بس تكسب منها أرباح كبيرة جدا بيكم مارت تاني جواب معكم عبدالله السيد وعن قناتكم دكتور ايرنينز درس جيد من دروس الربح من الانترنت النهاردة جايب لكم درس يعني قوي جدا في الربح من الانترنت وطريقة اه شغل الافليات قوي جدا هتخليك تكسب ارباح كبيرة جدا ولكن 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 لازم تركز كويس جدا في الفيديو ويتعمل كله لهولك بالحرف الواحد علشان متغلطش في حاجة وترجع تقول لي الطريقة مش شغالة زائد انك لازم تستمر في الطريقة ما ينفعش تعملها مرة ما نفعتش بقى خلاص تسيبها وتمشي فا اه يعني ركز في النقطتين دول ويلا ما نخش على الشرح بتاعنا عشان الطريقة دي حرفيا انا متحمس جدا ان انا نقولها لك عشان حرفيا طريقة قوية جدا وبتسوق العروض الافليات باحترافية جدا وبشكل مجاني مية في المية وفي نفس الوقت بتجيب مبيعات عالية جدا جدا طيب ازاي الكلام ده بيحصل خلينا نشوف طيب يا شباب واول اداء هنستخدمها هي اداء قوية جدا جدا وبرضو اداء مجانية واسمها الاداء دي بتسهلك جدا شغل الافليات وبتسهلك جدا ازا كنت تشغل افليات او اه سي بي اي ولكن الاداء دي بتسهلك جدا الموضوع وبتخليك تعرف تشتغل كويس جدا 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 بطريقة احترافية ولكن من غير ما تاخد منك طبعا يعني فيها مميزات وفيها عيوب هوريكوا مميزاتها وهوريكوا عيوبها برضو ولكن احنا هنشتغل الطريقة مجانية فالعيوب دي بالنسبة لنا هتكون حاجة عادية جدا طيب عشان نبدأ نشتغل على الاداء دي كل اللي احنا عايزين نعمله ان احنا نيجي هنا على هتبدأ تدوس عليها وبعد كده هتبدأ تفتح حساب في الاداء طيب بيقول لك هنا هتقول له هتبدأ تختار حساب جوجل من الحساب بتاعتك وبعد كده بتلاقي الموقع فتح لك الصفحة اللي انت استخدمها عشان تعمل موقع بتاعك وتبدأ تسوق العروض بتاعتك ولكن احنا مش عايزين نعمل موقع بالطريقة دي لان احنا مش يعني اغلبنا او اغلب الناس اللي بتفرج عليها دروقتي ما لهاش خل او ما عندهاش خبرة انها تخش وتعمل موقع وتعمل دومين وتجودها كله فعشان كده نجايب لك الموقع دي وجايب لك كمان تركاية مع الموقع او الموقع ما قدم لك اه يعني اه بونس وتركاية بيدها لك عشان تعرف لو انت بتعرفش تعمل موقع هو يعمله لك بشكل اوتوماتيك بالحاجات اللي اتا تطلبها منه طيب ازاي الكلام ده حتعمل ايه كله عليك تعمله انت دروقتي انك تروح على اه موقع كليك بانك او موقع اه اه او ايا كان الموقع لا تشتغل عليه اه هتبدأ تروح عليه ا اه اذا كان او اذا كان هتبدأ تروح على الموقع وتبدأ تختار شوية اه منتجات عشان تبدأ تسويلاها طبعا انا مسلا دخلت في موضوع الانيمال كير ان بيتس اللي هو مسلا اه تدريبات اه كرس تدريب للكلاب كرس تدريب للقطط ايا كان اه يعني ايه هو انا دخلت في الموضوع ده لانه يعني ممكن ينفع شوية مع الاستراتيجية دي وهيجيب مبيعات كويسة لو انت عايز تخش فيه فبراحتك جدا لو انت مش عايز تخش فيه وانا ما انصحكش تخش فيه لانه هتلاقي نص الناس دخلت اه في نفس المجال فانت خش مجال تاني وهتلاقيك بتجيب مبيعات ان شاء الله تمام فهتبدأ انك تخش وتبدأ تاخد المنتجات اللي اتا عايز سوالة طبعا ممكن تاخد عشر منتجات عشرين منتج براحتك جدا ولكن احنا هنبدأ مثلا بحوالي اربعة وخمس منتجات عشان اشرح لكم بس فيهم طيب هنعمل فيهم ايه هنعمل فيهم زي ما انا عامل هنا بالزبط في المنتج اللي قدامكو ده هنا هتعمل اه يعني اه الشيط دي طبعا هسيب لكم كل حاجة انا فتحتها هسيب لكم اللينك بتاعها تحت الفيديو اه بس طبعا دي من جوجل هتبدأ تخش عليها وهتبدأ تعمل بالشكل اللي اتا شايف قدامك دي شبه الاكسل شوية هتبدأ تيجي هنا هتكتب اول اول كلمة هتكتب بعد كده وعلامة الدولار بعد كده بعد كده طيب الكلام ده معناي انا كده خدت منتج حطيت هنا اسم المنتج بعد كده حطيت هنا سعر المنتج بعد كده حطيت هنا بتاعت المنتج او وصف المنتج بعد كده حطيت هنا اللي هو اللينك بتاعي اللي هو لو حد اشترى منه انا هاخد العمولة بتاعتي. هتقول لي طب انا هستفيد ايه لما اعمل اكسل واعمله بالشكل ده. هقولك دلوقتي هتستفيد ايه? تمام? فهتبدأ انك تيجي هنا خلينا مسلا ناخد منتجات تانية. فهاجي اه انا خدت المنتج الاول خلينا ناخد مسلا المنتج التاني بالشكل ده. نبدأ ناخد الكلام العنوان كده كوبي ونروح على الشيط ونبدأ نحط الكلام ده هنا. طبعا هيبقى فيه لينك هتبدأ انك تشيل اللينك بالشكل اللي انت شايفه قدامك ده وبعد كده تعلم عليه وتخليه اه يعني تخليه لونه اسود وبعد كده تخلي الكلام اه يعني رقم عشرة كويس او رقم حداشر ممكن. تمام? بعد كده تيجي هنا على كلمة وبعد كده تنزل من على كلمة كده هتلاقي هتيجي هنا وتدوس على تمام? لو لاحظت كده انت هتلاقي كده الكلام ايه? ما بقاش ان هو طالع برا السطر بتاعه وكده الكلام مزبوط مية في المية. تمام? بعد كده عندك فيه هتكتب نفس الجملة اللي انا حطيتها هنا هكتبها هنا تاني. الجملة دي معناها ايه? الجملة دي معناها ان انت اه السعر بتاع المنتج ده اه على حسب الدولة اللي انت قاعد فيها. لان احنا نسوق في كزا دولة. فعلشان كده اه يعني خلي السعر على حسب الدولة طبعا ده في حالة المنتجات بتاعتي. انت شوف المنتجات بتاعتك اه يعني تنفعلها ازاي? لو كده هحط السعر بتاعها وهتلاقي سعر المنتج هتلاقيه هنا اه فين اه هتلاقي سعر المنتج في الكلام من تحت ده وهتلاقي هنا العمولة بتاعتك. تمام? فهتبدأ تحط سعر المنتج زي ما هو علشان اه العميل يبقى عارف السعر بتاعه او انا في حالتي هقول له السعر على حسب دولتك عشان يبدأ يتحمس اكثر ان هو يخش ويشوف السعر يعجبه المنتج ويبدأ ان هو يشتريه. طيب هتبدأ تروح برضو على اه موقع بتاعك هتبدأ تاخد بتاعت المنتج هتبدأ تاخدها كده بالشكل اللي انت شايفه قدامك ده طبعا ما نخد نهاش كاملة كده ايوة خلا ناخدها كده وبعد كده نروح على بتاعتنا تاني نحطها هنا وطبعا نعلم على الكلام نخليه لونه كله اسود وبعد كده نخليه عشرة وبعد كده هنبدأ ان احنا نيجي هنا على هنبدأ ان احنا نخليه اه كليب تمام? زي ما انت شايفين قدامك كده زبطت زي ما انت شايفين وبعد كده هتبدأ تاخد الافليت لينك هتبدأ طبعا تدوس على وبعد كده هتختار اه بتاعك طبعا عشان بقالي كتير فتح الصفحة في اه بيقول لي مش هينفع اخد الافليت لينك فممكن اعمل رفريش وارجع لكه تاني. فهتبدأ تاخد الافليت لينك بالشكل انت شايفه قدامك ده هتبدأ انك تدوس على بعد كده هيبدأ ان هو يديك لينك افليت هتبدأ تخرج كده وبعد كده تروح على الاشيت بتاعتنا هتبدأ تحط لينك بتاعك هنا بيش المنظر اللي انت شايفه قدامك ده اللينك تحط اي حد هشتري من لينك ده انت هتاخد العمولة بتاعتك هتقول لي طب الشخص ازاي هشتري من لينك ده ومن الشيت دي وانا هنشرها ازاي? انا هقول لك انت مش بحتاج تنشر الشيت دي انت هت انت هتعمل موقع بي الشيت دي طب ازاي الكلام ده? خليني الاول نحط كزا منتج تاني يعني خلاني نحط منتجين او تلاتة تاني وارجع لكم مرة تاني. بس كيف شايفو زي ما انتم شايفين قدامك كده انا هحط كده حوالي اه اربع منتجات زي ما انتم شايفين. هنبدأ ننفذ على الاربع منتجات دول ولكن انت هتبدأ تحط حوالي عشر منتجات عشرين منتج عشان يبقى بتاعك اعلى من كده. تمام? فهتبدأ تاخد لينك الشيت ده كده كوبي هتبدأ تروح اللينك وتاخده كوبي وبعد كده تروح على الموقع بتاعنا هتبدأ تحط اللينك ده كنترول في او بيست وهتبدأ تدوس على وهنا بقى السحر اللي بيقدمه لك الموقع بتاعنا. بس هنا احنا عاملين غلط فكويس ان الغلط ده ظهر عشان كان لازم تعرفوه انا كنت ناس اقول لكم. فهتبدأ تروح هنا على الشيت هتبدأ تأكد انك تعمل وبعد كده تدوس على كلمة شير وبعد كده تدوس مسلا اه هنا تكتب اسم الشيت بتاعتك او ما تكتبش تدوس على مسلا اه هيبدأ ان هو يفتح لك الصفحة دي لازم تعمل الخطوة اللي جاية دي بالزبط هتبدأ تيجي هنا على كلمة هتبدأ تدوس عليها وبعد كده هتدوس على تمام بعد كده كوبي لينك كده الموقع هيقبل بالشيت بتاعتنا هنبدأ ان احنا نحط اللينك اللي احنا اخدناه كوبي كده وبعد كده ندوس على الموقع يبدأ يحمل شوية زي ما انت شايفينه قدامك كده وهيفتح لنا السحر الموقع بينه والله حرفيا الموقع ده يعني ابهرني الصراحة هتلاقيه فتح لك بالمنظر اللي انت شايفه قدامك ده هنا عندك عمل لك موقع بيه الكلام بتاعك موقع كامل بالكلام اللي انت كتبته في الشيت بتاعتك طبعا احنا هنا هنحط طبعا عنوان ونحط وحط صورة كله ده كلام سهل جدا ولكن الاهم حاجة الكلام بتاعك هنا هتقول لي طيب فين اللينك اللي شخص هيشتري منه هنا لازم تعمل خطوة مهمة جدا لانك تيجي تنزل تحت كده شوية صغيرين لحد تيجي عند كلمة هتبدأ تدوس عليها هيبدأ ان هو يقول لك انت عايز دي تظهر ازاي هبدأ ان انا اقول له اعايزها اه مسلا اللون الاحمر لان اللون الاحمر بيجيبكم عالي تمام فيجيب اللون الاحمر بعد كده هقول له اهو زي ما انت شايفين اعلم على كلمة بعد كده هتيجي هنا اه تدوس على المربع ده وهتبدأ تختار الحتة اللي احنا كنا حطين فيها اللينكات اللي هي عنوانها تمام زي ما انت شايف قدامك كده عمل لنا بتاعنا بس طبعا احنا مش عايزين هيكون اسمها طبعا احنا ممكن نغير الاسم يعني اي حاجة هتكتبها هتلاقيها ظهرت في المكان ده فاحنا طبعا هنقول له اه مسلا تمام هيكون احسن طبعا من باي اه وهتجيب يعني احسن فانخلي مسلا عشان شكلها احسن كده يعني الموقع اعتبر خلص هنزبط بس شوية حاجات في الشكل بتاع الموقع الشكليات يعني اه مسلا هنيجي هنا عند ممكن نخليه الموقع يبقى بالشكل ده يبقى العروض جاية بالعرض اه فده انا في انه هو اه شكله احسن او ممكن نعمل كده اه ممكن نعمل كده يعني شكله اصغر سنة ممكن يبقى احسن ولكن احنا عشان العروض بتاعتنا قليلة فهنخليه كبير يبقى افضل تمام وبعد كده هنبدأ ان احنا اه نغير في العنوان ده ونغير في ونغير كمان في بتاعة الموقع طيب احنا هنعمل الكلام ده ازاي كله عليك تعمله وانك تيجي هنا على كلمة هتبدأ تدوس عليها وهتبدأ تيجي هنا عند كلمة مسلا هدر ده لو طبعا عايز تحط هدر احنا طبعا قفلين هدر اللي هو لو فتحتها كده هتلاقي هدر زهر لك هتلاقي مكان فاضي زهر احنا مش عايزينه اه طبعا عندك الفوتر نفس الكلام احنا مش عايزين فوتر عايزين بس يزهر المنتجات بتاعتنا بس اه هنا عندك الهوم بيج انترو هتبدأ تدوس عليها مع زرقة انا على الصوت بس عشان زوري وجعني شوية اه طيب زي ما قلت لكم هتبدأ تيجي هنا عند كلمة الهوم بيج انترو هتبدأ هنا تعدل على العنوان طبعا قبل ما نعدل عن عنوان لو انت ما عملتش لايك لحد دلوقتي يبقى انت مش مقدرني خالص انزل دلوقتي اعمل لايك وطبعا تقول للدولة اللي انت بتفرج عليه منها عشان اجيب لك طرق نسبك اكتر ويلا بيانكمل هنا عندك هنا ده العنوان اللي بيزهر لك هنا الشكل اللي انت شايف قدامك ده ده العنوان هنا لو جيت كتبت اي حاجة هتلاقي العنوان ده بيتغير هتبدأ تكتب هنا عنوان للصفحة بتاعتك وهنا كمان بتاعت العنوان اللي هو الكلام ده هتبدأ تكتب هنا اي حاجة برضو يعني لو كتبنا هنا اي حاجة هتلاقي الكلام برضو بيتغير معاه فانا هابدأ اكتب عنوان للموقع بتاعي وارجع لكم مرة تانية زي ما انت شايفين انا كتبت هنا عنوان وكتبت للعنوان يعني كتبت هنا يعني كل الكلب بتاعك محتاجه وهنا موجود عندنا وهنا عندك كمان يعني احنا هنا في يعني حطة او حطة لو بتسوى لمنتجات تبع الاطفال فانت بتلعب على العطفية ودي بتجيب يعني حرفيا بتجيب عالي يعني بتجيب مبيعات عالية جدا ليه لانك لما تلعب على العطفية بتاعت الشخص يعني عنده الكلب بتاعه الكلب بيبقى عنده حاجة كبيرة جدا عنده يعني زي صديقه وبيحبه جدا وبيحب يريحه فبالتالي انت لما تجيب له منتجات وتريح الكلب بتاعه ده فبالتالي هو هيبدأ ان هو يشتري انت كده بتلعب على عطفية المشتري او عطفية العميل بتاعك طبعا بشوية الكلام اللي انت بتحطه بتخليك وتحط كلام كويس عشان يشد العميل فده بيجيب لك يعني مبيعات اكتر بكتير فركزوا جدا في حتة الكلام دي حاولوا تجيبوا جمل كويسة جدا على المنتجات بتاعكم طيب دلوقتي عايزين نغير الصورة اللي ظهره الوراء الكلام ده فهنبدأ ان احنا نجي هنا على المكان ده هتبدأ تدوس عليه وبعد كده هتبدأ تبحس هنا عن اي حاجة انت عايز انا مسلا هبحس عن اه كده هبدأ ان انا دوس على هيبدأ ان هو يطلع لي بعض الصور اللي انا حططها فهبدأ ان انا اختار صورة من الصور يعني تكون مناسبة ولتكن مسلا هختار الصورة دي فيبدأ ان هو يحطي لي الصورة بالمنظر اللي انت شايف قدامك ده الصورة تحطت معنا على طول اوتوماتيك من غير ما نعمل اي حاجة شباب يعني احنا ما عملناش اي حاجة بطريقة سهلة جدا والموقع سهلة جدا ومقدم لك حاجات حرفية مواقع احترافية بتاخد عليها يعني مبلغ كبيرة جدا تمام فدروقتي احنا خلاص يعتبر خلصنا كل حاجة دروقتي هنبدأ ان احنا عايزين نعدل في الدومين بتاعنا علشان اي حد يبحث يلاقي الكلمة بتاعتنا موجودة دومين فهتبدأ انك مسلا نكتب ايه نكتب حاجة لها علاقة بالمنتجات بتاعتنا فممكن اكتب كده اه مسلا نحط اي رقم او اي حرف زيادة عشان لو الدومين ده مش موجود اه مسلا واحد فندوس على فزي ما نشايفين قدامك كده انا كده الدومين موجود وكل حاجة تمام لو خدت كده الكلام ده كوبي او خدت اللينك ده كوبي ودست هيبدأ ان هو يفتح لي الموقع بتاعنا موقع احترافي جدا وسيمبل خالص وهيجيب لك عالي جدا زي ما تشايف الصورة حلوة وحطينا العنوان بتاعنا وهنا السبطية اللي بتاعتنا ودي المنتجات بتاعتنا اي حد هيدوس عليها هيبدأ ان هو يروح على صفحة المنتج بتاعة طبعا انا عشان الحساب بتاع عندي في تركيا مقفول فطبعا مش هيفتح معي ولكن انت هيبدأ يروح على اللينك اللي انت حاطته له طيب في حاجة مهمة اخيرة وهي انك لو جيت هنا عايز تعدل اي حاجة في الكلام اللي انت عامله ده فطبعا مش تيجي تعدلها من هنا لأ انت كل ما كل ما هتعدل حاجة او كل ما هتضيف حاجة في الشيت بتاعتك اللي هي هنا لو ضفت اي حاجة هتلاقيها اتضافت اوتوماتيك في الموقع بتاعك هنا على طول فانت كل التحكم بتاعك هيكون من الشيت احنا بس عملنا الاساسيات في الموقع وبعد كده كل حاجة هتعملها من الشيت بتاعتك هتبدأ تحط هنا اسم المنتج وبعد كده هتحط هنا السعر بتاع المنتج وهنا هتحط بتاعت المنتج وبعد كده هتحط اللينك بتاعك هيبدأ ان هو يضاف اوتوماتيك على الموقع بتاعك من غير ما تعمل اي حاجة. ماشا شباب فاتمنى يا رب تكونوا استفدتم من النقطة دي. ودروقتي عايزين نسوى للموقع بتاعنا علشان نجيب زواره ونجيب يعني الناس تشتري المنتجات اللي احنا عرضينها دي. طيب حضرتك هتسوى فين? هتسوى على اه موقعين او انا جايب لك موقعين هتسوى عليهم موقع الاول بيجيله بليون وطمان بين تمنتاشر آآ زيارة شهرية. ولكن الموقع التاني بيجيله زي ما تشاف قدامك كده اتنين وعشرين بليون وتمانية وتلاتين زيارة شهرية. فمواقع جامدة جدا جدا وكلنا عارفينها زي ما بقولك. والمواقع دي هي فيسبوك وبينترست. المواقع دي مواقع حرفيا كنز لازم تسوى عليها اي حاجة انت بتسوى لها. فهتبدأ تخش على مثلا آآ الفيسبوك. هتبدأ تكتب هنا وهتبدأ تخش على جروبس. هتخش على كل الجروبات اللي قدامك دي وتبدأ تنشر فيها بوستات. ما تنشرش بوست تقول خش واشتروا منتجات دي. ده غلط. عمر ما حدا يشتري منك كده. انت تخش تشوف آآ يعني على اساس انك مربي للكلاب مسلا وهتبدأ انك تقول لهم انا لقيت الموقع دا موقع دا مفيد جدا ولقيت في حاجات فادتني وفادت آآ يعني هتفيدك في تربية الكلب بتاعك. هتلاقي ناس كتيرة دخلت جدا عشان تشوف ايه اللي انت بتقول عليه دا. لكن لو انت قلت لهم تخش واشتروا فهم يعرفوا ان انت بتسوق لحاجة فمش هيخشوا يشتروا على مش هيخشوا اصلا على الموقع تمام? فتخش على الجروبات دي وتبدأ تنشر بوستات محترمة كده وهتبدأ تلاقي يعني حرفين غيرات كتيرة جدا على الموقع بتاعك. وبنترست نفس الكلام هتعمل بين والبين دي هتبدأ انك آآ يعني تخليها عبارة عن حاجة لتدريب الكلاب مسلا وهتبدأ انك تحط اللينك بتاعك وتحط طبعا عنوان كويس وما تقولش لحد اشتري حاجة انت بس تقول للناس خشوا وشوفوا الموقع دا هيفيدكوا جدا في تربية الكلاب بتاعكم. فآآ يعني ده كانت طريقة تسويق ودي كانت طريقة العمل على الاداة بتاعتنا اللي هي اداة سبرينج سيمبل يعني حرفيا عملنا موقع سهل جدا فيه اقل من عشر دقايق آآ طبعا عن شانا انا بشرح لكم بس ولكن هو في الطبيعي بتعمل فهل من خمس دقايق اصلا وتقدر تعمله ايا كان ايا كنت انت فين وايا كنت انت مين ومنين ايا كنت بدأت امتى في العمل على الانترنت هتبدأ تعمل الموضوع دا لانه سهل جدا جدا جدا. بس يا شباب ديك كده نكون خلصنا حلقة النهاردة وخلصنا الدرس النهاردة. اتمنى يا رب اكون افدتك ولو معلومة صغيرة طبعا ما تنساش تنزل تحت تقولي دولتك عشان اعرف اجيب لك حاجات نسبك كتير وما تنساش طبعا تحطي اللايك عشان ده بيفيدني جدا في ان انا انزلك فيديوهات احسن بكتير لو انت مش مشترك في القناة فالفيديوهات اللي انا انزلها دي مش هتوصل لك فلازم تنزل دلوقتي وتشترك في القناة. تمام يا شباب? فيعني مش لازم اقول لك بقى الحاجات دي كل فيديو انزل انت اعملها على طول. ويعني اتمنى اكون افدتك ولو بمعلومة صغيرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.